ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء أن المجلس سيعمل على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق تفرط حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص وفي السياق ذاته أكد مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لتوجيهة الرئيس السيسي في هذا الصدد